لا. انت بدأت الكرة امتى? وفين بالزبط? انا انا بدأت الكرة في النادي طنطا. طبعا اه انت عارف ان طنطا برضو مطلعة احمد شبير. طبعا. اه. يعني انا انا اللي جبت احمد شبير بعد سنتين لما جيت النادي الاهلي. انا جبته النادي الاهلي? اه اه. لا مش انا اللي جبته هو. يعني الناس اه. اللي جبنا واحد. اه. نسبت على طنطا. اه. اللي عم عبدالله اه. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. راجل من رموز النادي الآلي الراجل ده مكتشف النجوم آه أب لنا كلنا كانوا في بيوزات الزراع الله يرحمه والراجل ده كان بيتفانى في خدمة النادي الآلي هو اللي كان جيف في طانطا وجابنا الأول وبعد سنة ونص تقريبنا أو سنتين جاب أحمد شبير طيب انت بدأت في طانطا كرة وكان سنة كم سنة وهل بدأتها في الشارع ولا في ساحة ولا في نادي ولا فيه لا احنا كلنا معظمنا ابتدينا اللي هي الكرة الشارع الكرة الشراب هي اللي ابتدينا بيها الأول وهي اللي طورت المهارات بتاعتنا ومعرفتنا بالكرة جاءت من خلال الكرة الشراب بعد كده ابتديت أنضم النادي سنة لا استنى بس يا واحد انت قعدت تلعب كرة شراب في الشارع كم سنة أنا من يعني وانا عندي بالزبط 12 سنة 11 سنة 12 سنة لغاية 14 سنة 15 سنة من اللي شابك كنت طلب كرة شراب قالك أن متحد رمضان ده هيبقى أساسي فيه فريق طنطن الناشئين مسلا اللي شافني واحد من من رموز النادي الأهلي اللي عيب الكبار بتوع النادي الأهلي الكابتل سيد توتو الله يرحمه الله يرحمه وسيد توتو كان من هدفين يا سلامه آه لك العب هايل آه اللي سيد توتو كان بيعمل دورة دورات هناك للكرة الشراب وكان هو بيصرف عليها وشافني وقال لي وهو اللي قال لي أنت في يوم من الأيام هتبقى زي سيد توتو كده يعني هو اللي داني الأمل أن أنا في يوم من الأيام أن أنا ألعب كرة وألعب في نادي كبير لعبت في دورات رمضانية كتير على طول إحنا كانت دايما طنطة معروفة بالدورات الرمضانية اللي هي الأخورة الشراب وكانت بتتعمل يعني دائما الدورة الرمضانية كانت بتتعمل في ميدان مشهور عندنا ميدان السيد البدوي المسجد الجامعة السيد البدوي والموالد آه أيوة ورقنا على المكنة وهي كان شغلتنا الموالد الموالد دي كان شغلتنا ترجمة نانسي قنقر